يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم العمل الذي تعمل به الدخل الذي يأتيك من جهدك أنفق منه وأنفقوا فعل أمر لكن الله عز وجل قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم العلماء قالوا هذه الآية هل تتكلم عن الزكاة أو عن الصدقة الزكاة مفروضة أما الصدقة ليست مفروضة وإنما هي مسنونة جميع العلماء قالوا إذا أردت أن تدفع زكاتك أو أن تدفع صدقتك فاجعلها من المال الجيد فإذا لم تطاوعك نفسك يعني ممكن أنا ما بتطاوعني نفسي رحض الأواعي تبع موديل السنة 2018 إذا ما طاعتك نفسك 2018 حطهم تبع 2017 ما شيء الحال يعني من الوسط وكرهوا جميعا الصدقات أو الزكاة بالرديء بالرديء وحرموا مما لا ينتفعوا به يعني عفوا واحد حاطت على باب محله ملكان وملبسوا أواعي وإيجا المطر وإيجا الريح وإيجا الطين وإيجا الغبار وإيجا اللعفار وتشأشأ بعدين قالوا للأجير تبعوا إيمون هذا غيرون بس لا تكبون هدون حطهم بقرام نعطيهم للصدقات نعطيهم مع الزكاة نحسبهم مع الزكاة أطعى مع الزكاة هذا منهي عنه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ماذا يخرج من الأرض؟ يخرج من الأرض النبات وفي زكاة عن نبات يخرج من الأرض الركاز إذا واحد لقى دهب لقى فضة لقى معاد ثمينة في الأرض هذا ركاز كنز لقى في أرض فلات له أرض له هي لقى بقلبة كنز الزكاة الزرع والثمار إذا أخرجت زكاة تبعها؟ 10% أو 5% إذا مسقية بعلان ف10% وإذا سقيان 5% إذا واحد لقى كنز من الذهب أو الفضة أو الأشياء النفيسة جداً هذه 20% يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ما تروح لأسوأ ما عندك تنفق لأنك أنت هذه ستقدمها بين يديك لله تعالى وستجدها عند الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لو أجينا نعطيكم يا ما بترضى أنت تاخدوا إلا أن تتسامح به إنه يلا ما تشير حال هاتوا واعلموا أن الله غني حميد الله ليس بحاجة إلى أموالنا فهو الغني هو الذي أعطى كلها العباد ما عنده وحميد يعني بأنه حامد لك إذا دفعت من أطيب ما عندك فسيعطيك أضعافاً مضعفاً أحد الإخوة آتاه الله مالاً كثيراً لقيته مرة وسألته قلت له بتقديرك أنت آتاك الله هو أبوه لم يكن غنياً هو عمل وفتح الله عليه فتحاً عجيباً قلت ما سر هذا العطاء الإلهي لك قال لي كلمة لا زلت أذكرها الكلام من الشعر عشرين سنة قال لي اللقمة التي أحبها أضعها في فمي غيري قال لي أنا هذا الله عز وجل واضع في قلبي قال لي اللقمة التي أحبها أضعها في فم غيري قال لي وأولاهم أمي وأبي جربوا يا شباب جربوا يا أخوان يعني الشغلة الظريفة خدى لأمك الشغلة الظريفة خدى لأبوك الشغلة الظريفة خدى لرجل تحبه في الله الشغلة الظريفة خدى لصديق أخيته في المسجد جرب شوف شو بيصير معك كيف سيكافئك الله تعالى واعلموا أن الله غني الله لا بحاجة لا لأكلنا ولا لشربنا ولا للنفقاتنا حميد يعني حامد لك على ما تفعل وسيكافئك بأكثر مما يخطر لك على بل الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء الآن أنت تأتي وريدك تتصدق فالشيطان يقوم لك خمسين قصة لمنعك أن تتصدق لا تجد إيديك يريد أن تمتد على الجابة يريد أن تدفع للصدقة من هنا لتصل عند الصندوق هناك الشيطان يقول لك طول لبالك وإن رايح وإن رايح تدفع وحد الله يا رجل وليس هذا هلأ وقفت عليك دخلك كله هلأ سيدفعهم صفيت أنت بدأت تدفع إذا شافك عم تهم يقول لك طيب عدهم شوية عدهم عدهم بالنقص شخمسينة ورقة خلي معك إذا شافك بدأت تدفع يجب لك رفيقي لهيك كيفك إن شاء الله الشيطل لك والله شو أكبرك والرعي يجب لك رفيقي بشغلك الشيطان يعيدكم الفقرة لأنه يقول لك هلأ أنت بتدفع يا أخي بدأت تفقر ويأمركم بالفحشاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن من تصدق بصادقة فكأنما فك لها سبعين شيطانا ففي شيخ يتكلم في هذا الحديث يوما قاعد واحد من الحاضرين تأثر بالحديث طلع ما معه درويش ما معه فلوس راح على بيته شبده بس له يتصدق له بشي شغلة دخل على بيت هلمونة فوراً يعبي له شوية سكر شوية رز مرته بالبيت سمعت خرخشة بغرفة المونة جاءت إلى غرفة المونة ورأت أنه يعبي قالت له ما هم تساوي قال له والله من عبي شوية رز شوية سكر قال له لماذا قال له والله بدنا نتصدق فيهم قال له ما تتصدق لا تصدق تركهم تركهم من إيدك أدونا لأننا للبيت قال له يا مرر الرجال الشيخ يتحدث في الجامع من تصدق بصدقاتهم فكأنما فكاليحة سبعين شيطانا قال له أوام ضحك بعقلك الشيخ تركهم رجعهم رجعهم ما برجعهم بعد ذلك قربي ذلك تشاددوا يبدو هي أقوى منه دفشته دفشة ذلك وع على الأرض أخذت منه الرزات والسكرات ثاني يوم اجي على الدرس قاعد ذلك لكن مسكين كانين زعلان يعني شافوا الشيخ كانين قال له أبو فلان شباك إن شاء الله مبارح فكيت لحة سبعين شيطانا قال له سيدنا أنا فكيت لحة سبعين شيطانا لكن أم الشياطين فكت اللحية تبعي نسأل الله السلام في نساء صالحات يعني تعنى أزواجهن على الخير وفي نساء لسنا صالحات يجي بدأ يساعد والدته ما بهون عليها يساعد والدته بدأ يساعد أخوه تمنعه من مساعدة أخيه بدأ يساعد ابنه من غيرها كان متزوج وماتت تلك المرأة أو طلقها وعنده ولد ما بهون عليها أنه شلوم بدأ يكتب لابنه شلوم بدأ يساعد هذا ابنه ما بهون عليها لكن في أناس في نساء خيرات يعنى أزواجهن بل هن اللواتي يوزعنا الصدقات الشيطان يعيدكم الفقرة لا توافق للشيطان الذي يعيدك الفقر ويأمرك بالفحشاء بمنع الزكاة بل بالفواحش شوف الله والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا ترى الله عز وجل بهذه الصدقات هذه النفقات سيغفر لك سيعطيك فضلا واسعا والله واسع تدفع عشرة بيجيك مية تدفع مية بيجيك عشرة والله تصل إلى حد لا تستطيع أن تحسب يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب الحكمة لها معاني كثيرة واحدة منها أنها فهم القرآن واحدة منها بأنها فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي كأنني بالحكمة بعد آيات الزكاة والصدقات أفهم أمرين اثنين الأمر الأول إذا أنفقت فاجعل إنفاقك بحكمة بحيث أنك تضع ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي ينبغي وأفهم منها بأنك إذا أنفقت في سبيل الله سيعوضك الله تعالى فضلا عن المال سيعوضك فائضا وزيادة ورجاحة في عقلك أنتم تعرفوا يا أخوان فيما قولي قال لي ياها مرة أحد التجار والله أفادني فيها وأنا هلأ أبدئ لكم ياها قال لي أنا وياكم لعل نفكر وأن التجارة فلوس يعني أنا مثلا معي مئة مليون تاجر في مئة مليون يصيروا 120 مئة وعشرة بعدهم تاجر فيهم يصيروا 130 كنت تاجر فيهم يصيروا مئة وفر pigeon أنا معي الكثير أما أنا ما معي شي معي مئة ألف ورق أسوري يدerschل وت détاجر يعني يعني يزيدوا 10 ورقات يزيدوا 50 ورقات بعمري أنا ما بصير شي أنا وياكم من ظن بأن التجارة المال قال لي يا أستاذ التجارة 20% مال و80% علاقات إليك صلات إليك معارف إليك محبين إليك علاقات مع هؤلاء الناس مرات فيه أناس يعطيك بضائع لا تعطي شيء يقول لك أخي حميله أمشي والله قال لي أحد الشباب يحضر معنا هون قرر أن ينضبط بأوامر الشريعة في المعاملات المالية قال لي أستاذ أنا الآن بالسوء والله يطلب الضعب قال لي أنا كل حلتي وفتيلتي مليونين لرسولي قال لي يطلب الضعب عشرة مليون ولا بيقول لي شيء بقعات مين يأخذونه والله معك ولا بيكتب وراء ولا بيساوه لأنه وثق به وعلاقته معه جيدة يؤتي الحكمة من يشاء الله عز وجل إذا أنت تصدقت وأنفقت سيعوضك يعوضك مالا ويعوضك توفيقا ويعوضك حسن فهم يا أخوان عدد من الناس إنما يضيعون مو بسبب ما معه الفلوس ما معه عائل قال لي أحد الأخوة في شب أبوه تاجر ذهب مات أبوه ورته عشرة كيلو ذهب وما أعرف قديش ملايين من الليرات السورية قال لي والله يا أساز أنا رأيته هذا الشاب نفسه بددهم وصار يحمل تنكات مي من ساحة شمدين بيركن الدين يطلعون على الجبل بالأجرة يعني كل تنكات مي بيطالع بيأخذ له ليرتين لما فرنقين لما شاء هذا مو مشكلته كانت من المال مشكلته ما في عقل ما في حسن تصرف ما في توثيق كم من ابن كم من بنت ورث عن أبيه إرثا كبيرا بدده وضيعه هلأ أنت لما تنفق في سبيل الله الله بعوضك يعوضك مالا ويعوضك حكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ترى إذا الله بيأتيك الحكمة أكتر بكتير من الفلوس وأكتر كتير من الأموال